الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله من الأحكام التي يحتاجها كثير من المتنزهين والمتنزهات فيما يتعلق بالمسح على الخفين والنبي عليه الصلاة والسلام فرق بين المقيم وبين المسافر فجعل المقيم أن يمسح يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بليليهن فإذا كنتم في سفر إخواني وأخواتي فلا بأس بأن تمسحوا على الخفين أو الجوربين أو الحذائين مثلا إذا لبستموهما على طهارة مدة ثلاثة أيام بليليهن يبدأ الترخص من أول مسحة بعد حدث من أول مسحة بعد حدث يبدأ ما يسمى بالعدة التنازل إن صح التعبير لقضية المسح لمدة ثلاثة أيام بليليهن وهذا أمر قد بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام وهي رخصة من رخص الله عز وجل فاقبلوا رخصة الله جل وعلا ترجمة نانسي قنقر